بس الشيشة التفاح اللي حضرتك بتشربها دي بتسد الشعب الهوائية وبتضمر أنسجة الرقة وبتضمر خلايا المخ لحد ما يحصل لك فشل تام في الجهاز التنفسي يعني حضرتك لو بتشرب حجر تفاح كل يوم في مدة من 6 إلى 8 شهور ياما يحصل لك شلل تام ياما وفاة حلو قوي الكلام من أنت بتقولها دكتور بس زي ما أنت قلت حجر تفاح إنما دي شيشة معسل لأ المعسل ما فوش شلل تام وفاة على طول شيل الشيشة يا محمود مالقشة بيها دكتور كوباية لابن دافي وعليه معلقة عسل هات اللي قالك عليه شوفها دكتور بيرم أنا مرضيتش أقبض عليك وعملت حساب للعيش والمالح اللي بيننا أولاً إحنا ما فيش بيننا أي عيش ومالح لأن دي تلت مرة أنا أشوفك فيها في حياتي ثانياً حضرتك عايز تقبض عليها بتهمة إيه مش حضرتك الصبح حاولت تتل نفسك هل أنا مودت نفسي لأ بس حضرتك كنت بتحاول هل أنا مودت نفسي بس حضرتك هل أنا مودت نفسي لأ أمالحايز تقبض عليها بتهمة إيه إنت حتحاسبني عنية دكتور بيرم فين الرجل العنابي متهال أنا أفطر واحد عايز يعرف مكان الرجل العنابي عشان أشكره على اللي عمله معاك عشان كده أنا اللي المفروض أسألك سيارة النقيب فين الرجل العنابي فين الرجل العنابي معرفش حضرتك عارف أن وزارة الداخلية كلها مقلوبة عشان تقبض على الرجل العنابي تقبض على الرجل العنابي بتهمة إيه تقبض على الرجل العنابي بتهمة إيه عشان كان طاير من جر تصريح بيطير من جر إيه سواني سواني ألو يا فروبي دلوقتي أنا هقاعد مع اللي اسمه بيرم ده دكتور بيرم قاعد مع الدكتور بيرم ده بسأله الأسئلة اللي احنا متفقين عليها بيرد عليها بيرد عليها بأسئلة أنقح منها انتو بتحرجونا مع الناس ليه حاضرة فن حاضرة محاولة أخيرة كده ماشي حاضرة فن تفضل فن تفضل تفضل فن دكتور بيرم أنا بإسم وزارة الداخلية باعتذر لحضرتك عن الموقف اللي احنا فيه ده وبطمن حضرتك أن الوزارة هي اللي هتحاسب على المشاريب كلها بس حاجة بيني وبينك كده لتيسير انت لو اعترفت دلوقتي أنا هقف جنبك وهساعدك وهعتبرك شاهد ملك في القضية قضية ايه؟ يوو يا اخي بقى بطل أسئلة بقى هاتي يا ابني حجر معسل وحجر تفاح ممكن اراوح؟ تقدر تراوح اتناي الغور اعزائي المشاهدين اعزات المشاهدات وحجتوني وحجتوني قوي مع اني لسه سايبكم من ساعتين بس والله وحجتوني اسمحوا لي اراحب بكم في اول حلقة من برنامجكم الجديد طبق الفيل والنهاردة هنتعلم سوا طريقة عمل الفراخ المقلية بخلطة الفيل السرية واحدة من نقعة تستاني هي فين خلطة الفيل دي؟ اقول لها هتشوفيها ازاي؟ دي سرية؟ اقول لها سنتبقية انا مش فاهم انت متدهيل ايه؟ بالاخر كده عم بقتل لصحب الراجل يا ابني بقى الطلطل ايه كلامو اتكلم زي الرجالة فيه ايه؟ عنصلكة وعالدغر كده انت تكلمت علي واحش في التليفظن انا ما اتكلمتش عليك وحش في التليفزيون انا اتكلمت عن الرجل العنابي يسا لاً طب انا الرجل العنابي لا احنا احنا الرجل العنابي وبعدين اقولت ايه علي؟ قلت عليها مصطح ايه مصطح؟ سطحي يأصدك؟ ااي وايوة ايه سطح دي طب ودي فيه ايه؟ انت ساكن فينا عصره؟ انا ساكن في قوة صادح. تبقى صادحة ولا مش صادحة? صح. فدي عندك حق ابقى صادحة. بس اتعالها هنا بقى. ايه بقى مدور رجل النبي بالريموت? طب ودي فيها ايه? ديار بالريموت يعني معنديش شخصية. مين بقى اللي قالك الكلام ده? اهم واغلى الاختراعات شغالة بالريموت. التلفزيونيات دا يرى بايه? بالريموت. التاكيفات دا يرى بايه? بالريموت. يبقى ايه? حتى الريسيفر المعفف بتاع كوباية الاعواجي شغال بالريموت. يبقى التلفزيونات والتاكيفات والريسيفر بتاع كوباية معنديهم شخصية? لا يا عمد غلطناش العفو انا ما قلتش كده. بس يعني التباق ما كانتش واصل. طيب وبعدين ما انا قلت عليك برضو انك راجل وابنبلد وحاجات حلوة كتير. وبعدين عصور انا قلت قبل كده انا ايه حاجة بعملها تبقى ايه? ما الصحة. ولو مفهمتاش دلوقتي هتفهمها ايه? ما بعدين? يبقى تسكت وات ايه? احط الجاسب مفبور. يا اما هعطها ايه? سبتيني بالجاسب على تناس. طبو عصفور ما انت شاطر اهو حافز يا عمي. بص الحق ايت اهل يعني الحلقة اللي انت عملتها في تقل بيت ريفيسيون دي. صياتتني جامد اوي وطلعت من وراها بمصلحة جامد. مصلحة ايه? بص البيت سلمة فكرت ان انا العبكاري اللي ورا رجل العنابي. فبدأ هتعني ايه? سلمة. انت برضو خرقت معاها. اه. انا كلامي ما بتسمياش ليا عصفور. ايه بس يا عمي. اكيد قلت لها حاجة عننا. لا يا عمي ايه. عيبه ربنا. اه. انا بس قلت لها يعني ان هو صاحبي وحبيبي الرجل اللي عنابه كده وهي طلبت يعني تعمل معاه صاحب والصاحبي. وهي اللي هيخليها تطلب لو كنت قلت حاجة عننا. قلت لها يا عصفور انت. قلت لها والله بس ان انا صاحبه وحبيبه. ويعني تصيفة خفيفة كده. وليه تقول? وليه تقول? عصفور البت دي انت بتخرجش معاه تاني. وكلام يتسمع بعد كده. يا دخطور دي ربما ما يصدقت اتعبرني. ابوس ايدك. ما هي ما عبرتكش انت هي عايزة الرجل العنابي. ماشي عم اتعبرني عشان اللي اتعبرني عشانه باسمه انها اعبرتني في الاخر يا دخطور. ماشي يا عصفور. تعال يا الله رميليه في اي حتة وبكرة اتعدي عليها عشرة الصبح عشان اللي حروق هستبتقيه. ماش مانا هستبتقيه يا عمي. انت مش عايز تبتدي شغل. حان ابتدي شغل. لو ربنا. صباح الخير يا عمي. صباح النور. انا هنا سياد تلوة. عمي دي تقولها في البيت. ويا ريت ما تقولهاش في البيت حتى. ولو مش هقولك يا عمي في البيت بقى. يا ريت ما شوفكش في البيت من اصله. ماشي يا سياد تلوة. اتفقد يا فنم. ايه ده? ده يا فنم تقرير مفصل عن بيرام هاشم ايوب. واضح ان الولد ما يعرفش حاجة. بسم الله عليك انت اللي تعرف كل حاجة. وفي خبر تاني كده يا فنم احتمالي يدقي حضرتك شوية. خبر ايه? قول ما توقعش قلبي. عايز حضرتك تمديلي عالطلب ده يا فنم. ايه ده? ده يا فنم طلب اجازة. يا خبرى بيض. ارجوك. بس انا يا فنم بفكر اخد دينا ونظام كده ونطلع كام يوم يعني نهض كام يوم كده. يا سلام كان فين القرار العظيم ده من زمان. تروح وتيجي بالف سلامة. الف سلام. وحتاخد كام يوم. يعني اسبوع كده ان شاء الله. لا اسبوع ايه? مد مد. لا يا فنم اصلاها يعني اجازة بدون مرتب. لا مرتب ايه? خدها لحسابي. خدها لحسابي. ليش يا فنم بحضرت طب يتسلم عليها ليه يا فنم اتجازة يسا يا من بكرة. لا من بكرة احنا لسا هنستلنا يا ابني خيرو البر عاجلو. يا فنم بس عشان اقعد بس اقفل قضية العنابي وبعدين اسف. ما تقلاش عليها انا هقفلك قضية العنابي. مع السلامة انت بقى مع السلامة? هتوحشة مع السلامة. اف امه ونزاحت. طب قضية الحوف يا فنم اعود اقفلها ولا ايه? يا سيدي انا هقفلك كل القضايا مع السلامة بقى. طيب ايه. جود لك يا فنم. جود لك بعد ايه زهر ايه. يا ساتر ابن اخويا لك ريحه تقيل. معلش يا معلم سهر احنا مش فهمين حاجة. مش اي حاجة. زي ما هو مكتوب عندكم في الكات. احنا شركة من اي حتة لأي حتة لتوصيل الطلبات ونقل البضايع والتخلص الجمركي. ايه وايه الجديد? من البلد كلها مليانة شركات بضايع بتوصلين على الحاجات لحد عندنا في السبتية. لا معلش يا معلم. نحن نختلف عن الاخرون. الخدمة اللي بتقدمها